تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولولعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من صاحبة السمو الملكي الأمير السبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظه الله بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة فيما يلي نص البرقية الإبن العزيز صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة حفظكم الله ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرنا ويطيب لنا بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة أن نشارككم سعادتنا واعتزازنا بحلول هذه الذكرى الغالية على النفس والتي جاءت شاهدة على إشراقة نهضة مملكة البحرين المعاصرة تحت راية قائد الوطن وراعي مسيرته المباركة والدكم العزيز حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه وأيده بنصره وتوفيقه وأنها لفرصة طيبة ونحن نحتفي بهذه المناسبة العزيزة بالتوقف أمام ما تحقق وبالتطلع لما هو قادم أن نتوجه لسموكم بكثير من التقدير والامتنان ونحن نتابع ما تتفضلون به من اهتمام ودعم ورعاية مستمرة لسياسات عمل المجلس وخطته وبرامجه التي نحرص من جانبنا بأن تنسجم وتتسق مع توجهات ومبادرات الحكومة الموقرة وهو ما نراه واضحا ووضوح العيان ضمن أهداف رؤية البحرين الاقتصادية عشرين ثلاثين ومرتكزات السياسات الحكومية وصولا للمكانة الرفيعة للمرأة البحرينية كشريك جدير في إدارة شؤون الوطن وحماية مكتسباته وختاما نكرر لكم عظيم امتناننا وتقديرنا لما تحظى به مؤسسة المجلس من اهتمام حكومي من خلال آليات التعاون المشتركة والمتعددة التي تجمع الطرفين لخدمة أهل البحرين وتحقيق تطلعاتهم الكريمة والله نسأل أن يحفظكم ويرعاكم وأن يسدد على طريق الخير خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والدتكم المحبة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة وقد بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد رئيس مجلس الوزراح في تهولا برقية شكر جوابية إلى صاحبة السمو الملكي الأمير سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظه الله هذا لصها صاحبة السمو الملكي الوالد العزيز الأمير سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلقينا ببالغ السرور والفخر برقية سموكم التي شاركتمون فيها سعادتكم واعتزازكم بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة والتي هي محل اعتزاز لنا جميعا لما قدمه المجلس طوال مسيرته الحافلة بالمنجزات في ظل المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين بقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الوالد العزيز الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفيد الله ورعا والذي عكس خلالها رؤى وتطلعات جلالته بالعمل على تعزيز تقدم المرأة البحرينية على كافة الصعود حتى أصبح للمرأة البحرينية شأن كبير في كافة المحافل وتبوأت خلال المسيرة المباركة للمجلس والممتدة لعشرين عاما العديد من المناصب الدولية والإقليمية والمحلية وحققت المنجزات في المجالات المختلفة وتشرفنا برفع اسم المملكة عاليا في كافة المشاركات صاحبة السمو الملكي إنما تحقق للمرأة البحرينية من مكتسبات منذ تأسيس المجلس الأعلى للمرأة وحتى اليوم يأتي في ظل الاهتمام والحرز الذي تولونه سموكم حفظكم الله لها وعنايتكم الدائمة لكافة نساء وبنات البحرين عبر توجيهاتكم السديدة للمجلس للمواصلة دوما في تحقيق كل ما من شأنه رفعتهن والماءهن والتي يسعى المجلس دوما عبر أدواره الكبيرة لوضعي توجيهاتكم موضع التنفيذ وعمله المستمر والدؤوب بالتنسيق مع الحكومة لتحقيق كل ما فيه الخير للمرأة البحرينية نؤكد لسموكم بأن المرأة البحرينية هي محل اهتمامنا دوما فهي شريك أساسي في كل ما تحقق للمملكة من نجاحات على كافة الأصعدة أو ما سيتم تحقيقه وسنواصل العمل دوما من أجل تعزيز تقدمها على كافة المستويات وتحقيق كل ما من شأن نفعتها وتحقيق تطلعاتها وذلك عبر مواصلة خلق المبادرات ووضع السياسات الحكومية الكفيلة بتعزيز دعم تقدم المرأة ومكانتها الرفيعة بالمجتمع في الختام تقابلوا سموكم منا عظيم الشكر والتقدير والانتدان داعيا المولى العلي القدير أن يحفظ سموكم وأن يديم عليكم موفور الصحة والسعادة وطول العمر ودمتم سموكم بحفظ الله سالمين موفقين ابنكم سلمان بن حمد الخليفة وليل عهد رئيس مجلس الوزراء